فمثل ما نلاحظ هذه الأجزاء من العظام في اللون الفنفسجي هي عبارة عن العظام التي ستساهم في تكوين جدران البطن أما هذه العضلات الموجودة مثل ما تلاحظون فهي هذه العضلات التي ستساهم في تكوين جدران البطن وأيضا في جميع الأحوال ستلاحظون وجود كتابة في جانب وقت الفيديو فمن خلال النقر على هذه الكتابة ستستطيعون أن تتصفحوا بسهولة مواضيع الفيديو لذا ستتمكنون من حضور فقط الموضوع الذي يهمكم من هذا الفيديو دون الحاجة إلى متابعة الفيديو بالكامل مرحبا جميعا هذا هو الفيديو الأساسي الأول لتشريح الأبديمن من هنا سننطلق بدراسة فعلية لتشريح الأبديمن وأول محاضرة ستكون لدينا هي عبارة عن overview عن الأبديمن بشكل عام هذه المحاضرة مهمة جدا لأنها ستصنع في أذهاننا تصور عام عن تشريح الأبديمن وسنحتاج إلى هذا التصور في المحاضرات القادمة فكما تعلمون أن التشريح هو علم مستند بشكل أساسي على التصور والتخيل على الفيديوليزيشن والإماجينيشن فنحتاج إلى هذه المحاضرة بأن تعطينا هذه النظرة عن الأبديمن أو عن تشريح الأبديمن لكي نستطيع أن نواصل المحاضرات القادمة بشكل جيد ونحن نملك فكرة جيدة عن الأبديمن هذه المحاضرة ستكون مقسومة إلى جزئين بسبب طول هذه المحاضرة ففي هذا الجزء سنتعرف على الكثير من التفاصيل بصراحة وفي الجزء القادم سنتعرف على شيء واحد فقط وهو عبارة عن الابدمينال ساب ريجينس وهو بصراحة الموضوع الأساسي في محاضرة الأوبر فيو مثل ما نلاحظ سنتعرف على الأبديمن وستكون نحتاج إلى محاضرات سابقة لكي نستطيع أن نفهم المعلومات الموجودة في هذه المحاضرات بشكل عام عن الأبديمنال أنتومي وهذه ستكون كي طلاب الطب لن تكون طلاب غير الطب وهذه عبارة عن اللكتر ون والتي ستكون عن الوالز عن الكافيتيز عن الريجينس وعن البيينز التي ستقوم بتقسيم الابديمن إلى ساب ريجينس بشكل عام ك-ILOs أو ك-Intended Learning Objectives لهذه المحاضرة فهي عبارة عن أولا سنأقوم بأخذ Introduction للأبديمن بشكل عام وبعدها سنأقوم بأخذ General Description عن الابديمنال وال وهذا الموضوع بصراحة مهم لأنه سيكون الموضوع الأساسي للمحاضرة القادمة عن الانترولاترال أبديمنال وال ولدينا الانترنال أسبكت نحتاج إلى أن نأخذ فكرة عما موجود من الداخل للأبديمنال وال وأيضا ما هي علاقة الابديمن مع الابديمن الموجودة في الهيومن بادي ما هي الكميونيكيشنز بين الأبديمنال كافيتي مثلا والثراسك كافيتي والبلفك كافيتي وإلى آخره فسنحتاج إلى أن نفهم هذه الأمور بشكل جيد لأننا نحتاج إلى أن نفهم هذه العلاقات الوثيقة بين الأبديمن والثراس والبلفك لكي نستطيع أن نفهم موظائف الابديمنال وال وأيضا سنتعرف على الابديمنال كافيتي سنتعرف بشكل عام على ما هو الابديمنال كافيتي وما هي حدود هذا الابديمنال كافيتي وأيضا هذه من المواضيع الأساسية الموجودة في هذه المحاضرة وأخيرا في هذا الجزء سنتعرف على الفنكشنز نحتاج إلى أن نأخذ فكرة جيدة على ما هي الفنكشنز وأخيرا فيما يخص هذه المحاضرة والذي سيكون في الجزء القادم لهذه المحاضرة وهي عبارة عن surface anatomy of abdomen سنتعرف من خلال هذا الموضوع على الموجودة في الابديمن نقوم نحن كأطباء بتخسيم الابديمن إلى عدة مناطق كل منطقة من هذه المناطق لها أهميتها وأيضا هناك أعضاء معينة هناك دامنال بسرة internal organs موجودة في هذه المنطقة من مناطق الابديمن وكما قلت بصراحة فهذا هو الموضوع الأساسي لمحاضرة الـ overview لذا نتابع وسنبدأ أولا بأخذ introduction لهذه اللاكتور مثل ما نلاحظ the abdomen is the part of the trunk between the thorax and pelvis ماذا يعني ذلك كلنا نعلم أن طريقة دراسة مور لتشريح الجسم البشري هي عبارة عن regional anatomy أي أن مور يستخدم الـ regional anatomy كطريقة لدراسة الجسم البشري وهذه هي الطريقة المتبعة على هذه القناة لذا فإننا علينا أن نستذكر بعض الشيء ماذا يعني الـ regional anatomy الـ regional anatomy ببساطة هي عبارة عن طريقة دراسة تشريح الجسم البشري من خلال تقسيمه إلى مناطق رئيسية فيقوم الـ regional anatomy بتقسيم الجسم البشري إلى head إلى رأس ومن ثم إلى رقبة neck وبعد ذلك trunk وأيضا لدينا أبرلم ولاورلم هذه هي المناطق الرئيسية ولكن يتم تقسيم الترانك إلى عدة أقسام فالترانك من الأمام أي من الـ anterior aspect of the trunk يكون لدينا في الأعلى الـ chest أو الثوركس وبعدها الـ abdomen وأخيرا يكون لدينا الـ pelvis والفيرينيام أما من الـ posterior aspect للـ trunk فلدينا الـ back ظهر الإنسان ويتم دراسة كل منطقة من هذه المناطق الرئيسية للجسم البشري بالتفصيل أنا شخصيا لا أرى ممل لذا لن أقول بالتفصيل الممل وإنما بالتفصيل وفقط بالتفصيل الجميل فالمنطقة الرئيسية من الجسم البشري التي سنقوم بدراستها من خلال هذه السلسلة هي عبارة عن الـ abdomen والـ abdomen تكون موجودة ما بين الثوركس والـ pelvis ومثل ما نلاحظ في هذه الصورة هنا نلاحظ تقسيم المناطق من خلال الألوان وهذه الصورة ليست بالصورة الجديدة فقد قمت باستخدامها في introduction to human anatomy وقمت باستخدامها على ما أعتقد في أدة محاضرات حتى الآن فهذه الصورة توضح تقسيم الجسم البشري إلى عدة مناطق ولكن اليوم إن شاء الله سنتعرف على تقسيمات أخرى فأننا لن نكتفي بتقسيم الجسم البشري إلى هذه المناطق وفقط وأنما أيضا سيتم تقسيم كل منطقة من مناطق الجسم البشري الرئيسية إلى مناطق أخرى صغيرة فمثلا الأبديمن سيتم تقسيمها إلى تسعة مناطق وسنتعرف على هذا الشيء إن شاء الله خلال هذه المحاضرة بالتفصيل الجميل لذا فكما نلاحظ أن من الأعلى الأبديمن تمتد إلى الانفيرير مارجن of the thorax مثلا نلاحظ هذا الخط الأخضر يوضح الانفيرير مارجن لل thorax أما من الأسفل فهنا مثلا نلاحظ البطن تمتد إلى ال superior margin of the pelvis and lower limb هذا الليجمنت الذي هو عبارة عن الإنجونال ليجمنت سيفصل ما بين الأبديمن واللاورلم سنتحدث عن هذا الشيء إن شاء الله في المحاضرات القادمة سيكون هناك محاضرة خاصة للإنجونال ريجن ولكن ما يهمنا الآن أن نعلم أن الأبديمن هي عبارة عن المنطقة المحصورة ما بين الثوركس والبلوث ومن الأعلى يحد الأبديمن الانفيرير مارجن of the thorax ومن الأسفل يحد الأبديمن السوبرير مارجن of the pelvis and lower limb The abdomen is flexible dynamic container Flexible تعني أنها مرنة ليست عبارة عن تركيب صلب ليس مارن وإنما هي مارنة Flexible وهي dynamic ليست static وإنما dynamic dynamic أي أنها تتحرك ليست ثابتة static تعني أنها ثابتة وهي ليست ثابتة فهي dynamic container عبارة عن container يحتوي عدد من الأعضاء المهمة فشكل الأبديمن هو عبارة عن cylindrical in shape مثل ما نلاحظ the abdomen is a roughly cylindrical chamber أي أنها عبارة عن غرفة لنقول بهذه الطريقة هي عبارة عن غرفة أسطوانية roughly cylindrical أي أنها تقريبا بشكل مثالي أسطوانية ليست غريبة من الأسطوانية وإنما هي فعلا تركيب أسطواني الشكل يكون flexible أي مارن ويكون dynamic أي أنه يتحرك ليست ثابت ويحتوي عدد من الأعضاء المهمة جدا للجسم البشري فالأبديمن housing most of the organs of the elementary elementary يعني digestive system الجهاز الهضمي and part of your genital system your genital أي الجهاز البولي التناسلي فالأبديمن تحتوي على الـ elementary system وعلى الـ euro genital system وأولا سنقوم بأخذ overview عن الـ abdominal wall عن جدار البطن مثل ما نلاحظ the abdominal wall consists partly of bone but mainly of muscle أي أن جدار البطن أو في الحقيقة جدران البطن تتكون بشكل جزئي من عظام ولكن بشكل أساسي من عضلات قبل قليل قلنا أن الأبديمن هي عبارة عن flexible و dynamic container لذا حتى تحقق الفلكسبوليتي فيجب عليها أن تكون بشكل أساسي من muscles وحتى تحقق الـ dynamic فأيضا يجب عليها أن تكون بشكل أساسي مكونة من عضلات فمثل ما نلاحظ هذه الأجزاء من العظام في اللون الفنفسجي هي عبارة عن العظام التي ستساهم في تكوين جدران البطن أما هذه العضلات الموجودة مثل ما تلاحظون لدينا الـ diaphragm ولدينا عدد من عضلات الأبديمن فهي هذه العضلات التي ستساهم في تكوين جدران البطن فمثل ما تلاحظون بشكل جزئي عبارة عن عظام وبشكل أساسي عبارة عن عضلات فنبدأ أولا في البوني بارتس مثل ما نلاحظ هذه الصورة توضح كل العظام الموجودة في البطن التي ستكون الـ abdominal walls أو جزء من الـ abdominal walls البوني بارتس من الـ abdominal walls مثل ما نلاحظ لدينا المجموعة الأولى من العظام التي ستكون البوني بارتس من الـ abdominal wall هي عبارة عن اللامبر فيرتبري اللامبر فيرتبري هي عبارة عن 5 vertebrae موجودة في الـ posterior aspect للأبديمن فهذه عبارة عن الفقرات القطنية من العمود الفقري هذه الفقرات ستساهم في تكوين جزء من الـ abdominal wall وهو عبارة عن جزء من الـ posterior abdominal wall سنتحدث عنه بعد قليل ولكن ما يهمني أن تضعوا في أذهانكم أن هذه هي المجموعة الأولى من العظام التي ستكون البوني بارتس من الـ abdominal walls فهذه الفقرات في اللون البنفسجي هي عبارة عن اللامبر فيرتبري مع الـ intervertebral discs الموجودة ما بين الفقرات القطنية أما المجموعة الثانية من العظام التي ستدخل أيضا في تكوين الـ abdominal walls هي عبارة عن superior expanded parts of the pelvic bones مثل ما نلاحظ هنا هذا هو عبارة عن جزء من الـ hip bone وهذا هو عبارة عن جزء من الساكرم والـ hip bone والـ sacrum سيكونان الـ pelvic girdle أو الـ pelvic bones فهذه الأجزاء من الـ pelvic bones أيضا ستدخل في تكوين جزء من الـ abdominal walls هذه هي المجموعة الثانية من العظام التي ستكون جزء من الـ abdominal walls أما المجموعة الثالثة فهي عبارة عن البوني components of the inferior thoracic wall هما عبارة عن الـ two inferior ribs الذين أيضا سيدخلان في تكوين جزء من البوني parts of the abdominal wall فهذه هي المجموعة الثالثة من العظام التي ستدخل في تكوين الـ abdominal walls in general لذا فكملخص فإن البوني parts of the abdominal wall هي عبارة عن الـ lamper vertebral مع الـ intervertebral discs لها وأيضا لدينا جزء من الـ pelvic girdle وأيضا لدينا الـ two inferior ribs الموجودة في الثراسيك كيج هذه هي العظام التي ستشترك في تكوين الـ abdominal wall in general وكما قلت قبل قليل فإن الـ abdominal wall مكون بشكل جزء من عظام وبشكل أساسي من عضلات فما هي العضلات التي ستشترك في تكوين الـ abdominal wall مثل ما نلاحظ لدينا الـ back muscles هناك مجموعة من عضلات الظهر أيضا ستشترك في تكوين الـ abdominal wall عمليا الفستيرير abdominal wall ولدينا أيضا abdominal muscles سنتعرف عليها إن شاء الله في المحاضرة القادمة مجموعة من العضلات الموجودة في الجدار الأمامي والجانبي للبطن وأيضا لدينا الـ thoracic diaphragm الذي هو عبارة عن الحجاب الحاجز وأيضا لدينا الـ pelvic diaphragm الـ pelvic diaphragm هو شيء يشبه الـ thoracic diaphragm الحجاب الحاجز الذي نعرفه ولكن يكون موجود في الأسفل هناك تفصيلة خاصة في خصوص هذا الـ pelvic diaphragm سنتعرف عليها بعد قليل فهذه بشكل عام هي عبارة عن المسلز التي ستدخل في تكوين الـ abdominal walls فالآن تعرفنا على العظام التي تشترك في تكوين الـ abdominal walls وتعرفنا على العضلات إذا فلدينا عضلات ولدينا عظام ولكن الآن نحتاج إلى أن نتعرف ما هي الـ abdominal walls بشكل عام ما هو الـ anterior وما هو الـ posterior وما هو الـ lateral ما هو الـ superior وما هو الـ inferior abdominal wall هذا ما نحتاج إلى أن نتعرف عليه بعد قليل ماذا يعني ذلك؟ يعني أننا من الأمام ومن الجوانب حينما نقول انترولاترال فإننا نقصد الجهة الأمامية والجهة الجانبية فانترولاترال هي عبارة عن لفظة تساوي anterior and lateral لهذا المعنى لذا فإننا من الـ anterior ومن اللاترال الأبديمن مكونة من musculo apneurotic wall ماذا يعني musculo apneurotic؟ musculo أي من muscles من عضلات apneurotic أي من الـ apneurosis apneurosis الذي هو عبارة عن muscle attachment عبارة عن شيء يشبه التندن التندن هو عبارة عن أحد أنواع المصل attachment والـ apneurosis أيضا هو عبارة عن أحد أنواع المصل attachment هو جزء من العضلة لهذا السبب قلنا أن الـ abdomen أو الـ abdominal wall مكون بشكل أساسي من عضلات فهذه من الـ anterior ومن اللاترال أما من الـ superior فلدينا الـ diaphragm الحجاب الحاجز ومن الـ inferior فلدينا المسلز of the pelvis muscles of the pelvis أي عبارة عن العضلات الموجودة في الـ pelvis في الحوض ومن الـ posterior لدينا الـ vertebral column ليس الـ vertebral column بالكامل وإنما فقط الـ lampe region من الـ vertebral column ولدينا أيضا عدد من المسلز والـ soft tissues التي ستكون الجدار الخلفي للفضن الـ posterior abdominal wall لذا كملخص فإن الـ abdominal wall من الـ anterior ومن اللاترال entro lateral مكون من musculo apneurotic wall ومن السوبرير لدينا الـ diaphragm من الـ inferior لدينا الـ pelvic muscles أما من الخلف posteriorly فالـ abdominal wall مكون من الـ lampe region of the vertebral column وأيضا عدد من المسلز والـ other soft tissues الموجودة في الظهر مثلا نلاحظ musculo apneurotic walls enterolateral abdominal wall هو عبارة عن musculo apneurotic wall مثلا نلاحظ هذا هو عبارة عن المسculo apneurotic wall مكون من apneurosis الذي هو عبارة عن جزء من العضلة وأيضا مكون من muscular tissue أيضا مكون من أضلات فهذا هو عبارة عن الجدار الأمامي والجانبي من الـ abdomen ولدينا أيضا الـ diaphragm superiorly مثلا نلاحظ هنا يتضح لدي الـ diaphragm فمثلا نلاحظ هذا هو عبارة عن الـ diaphragm الذي يكون الـ superior wall of the abdomen أما inferiorly مثلا نلاحظ فمكون من المسلز of the pelvis مثلا نلاحظ هذا هو عبارة عن مقطع جانبي للـ abdomen ولكن قمنا بإزالة الـ intralateral abdominal wall وظهرت الأحشاء الداخلية مثلا نلاحظ هذا هو عبارة عن الـ hip bone وهنا يتضح لدي مثلا نلاحظ هذا هو عبارة عن جزء من الـ intralateral abdominal wall ولكن هذه عبارة عن الأعضاء الداخلي هذه الأومنتم وهذه الـ intestine هذا السبلين وهذه الـ stomach وهذا الـ liver وإلى آخره سنتعرف عليها إن شاء الله في المستقبل الموضوع التالي بعد الـ abdominal wall الذي سنتعرف عليه هو عبارة عن الـ abdominal cavity وليس فقط الـ abdominal cavity وإنما أيضا سنتعرف على ما هي الـ other cavities الموجودة قريبا من الـ abdominal cavity والتي تملك connections مع الـ abdominal cavity فلدينا شيء نسميه الـ abdominal pelvic cavity الـ abdominal pelvic cavity هو ببساطة عبارة عن الـ abdominal cavity plus زائد الـ pelvic cavity أما لماذا قمنا بجمع الـ abdominal cavity مع الـ pelvic cavity وذلك بسبب أن الـ abdominal cavity وـ pelvic cavity ليس هناك فاصل حقيقي فيما بينهم وحينما نقول أن الـ inferior wall of the abdominal cavity هو عبارة عن الـ pelvic floor أو الـ pelvic diaphragm أو الـ pelvic muscles فهي في الحقيقة عبارة عن الـ inferior wall of the abdominal pelvic cavity أي أن الـ pelvic diaphragm هو عبارة عن الـ inferior wall of the pelvic cavity وـ abdominal cavity وفي الحقيقة لو أردنا أن نرسم حدود الـ abdominal cavity من الأسفل فهذه هي عبارة عن حدود الـ abdominal cavity من الأسفل هي عبارة عن حدود تخيلية ليست حدود حقيقية ليست physical boundaries وإنما هي عبارة عن arbitrary boundaries عبارة عن حدود هكذا تباطية تخيلية ليس لها وجود فعلي فمثل ما نلاحظ هذه الصورة توضح الـ pelvic muscles هذا هو عبارة عن الـ muscles of the pelvic floor أو الـ pelvic diaphragm أيضا في بعض الأحيان يسمى الـ pelvic diaphragm ومثل ما نلاحظ أيضا هذه عبارة عن الصورة أخرى للـ pelvic floor فهنا أنا أنظر إلى الـ pelvis من الأعلى أي أنني أقوم بتوجيه الكاميرا من هنا من أعلى رأسي أو من الأعلى بشكل عام من الأعلى وأرى الـ pelvic floor من الداخل ولكن من الأعلى بهذه الطريقة وأيضا مثل ما نلاحظ هذه الصورة توضح الـ pelvic floor ولكن من الأسفل أنا الآن أنظر إلى الـ pelvic floor من الأسفل وأيضا مرة أخرى هذه الصورة هي عبارة عن صورة للـ abdominal pelvic cavity مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الـ liver هذه الـ stomach هذه مثل ما نلاحظ هي عبارة عن الـ small intestine وهذه عبارة عن جزء من الـ large intestine هذا عبارة عن البانكرياس هذا عبارة عن السبلين ولكن الكدني ليس لها وجود هنا هذا عبارة عن coronal section أي أنني قمت بقص جسمي بهذه الطريقة هناك أفلين جاء بهذه الطريقة وقام بقص جسدي بهذه الطريقة فظهرت لدي هذه الصورة مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن الـ urinary bladder هي عبارة عن المثانة فهذا عبارة عن pelvic cavity ولكن باعتبار أن pelvic cavity والـ abdominal cavity كلاهما يشكلان cavity 1 ليس هناك فاصل حقيقي ما بين الـ abdominal cavity والـ pelvic cavity فنسميه بالـ abdominal pelvic cavity فهذا هو عبارة عن pelvic diaphragm أو pelvic floor مثل ما نلاحظ أو muscles of the pelvic floor أو pelvic muscles التي تشكل الـ inferior wall of the abdominal pelvic cavity وأحيانا نقول الـ inferior wall of the abdomen in general ومثل ما نلاحظ posteriorly سيكون لدينا عدد من الفقرات الموجودة في الظهر تحديدا الفقرات القطنية الـ Lampard vertebrae ولدينا أيضا عدد من المسلز وأيضا عدد من الـ soft tissues التي سنتعرف عليها إن شاء الله في محاضرة منفصلة للـ posterior abdominal wall ومثل ما نلاحظ أيضا هذه عبارة عن الـ kidney وهذه عبارة عن اجزاء من الـ posterior abdominal wall وهذه عبارة عن الـ Lampard vertebra أحد الـ Lampard vertebra يوضح هنا الـ posterior abdominal wall بالكامل تقريبا أيضا مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن صورة مقطعية هنا أنا أنظر إلى الجسم البشري من الأسفل بعد أن قمت بأخذ transverse cut section مرة بأحد الـ Lampard vertebrae وأيضا مثل ما نلاحظ هذه الصورة تقوم بتقسيم الـ abdominal wall إلى عدة أقسام مثل ما نلاحظ ولكن هذه فقط الـ anterior والـ lateral والـ posterior ومثل ما نلاحظ هنا هذا الـ anterior abdominal wall مع الـ lateral abdominal wall قمنا بتسميته كـ enteral lateral abdominal wall وذلك بسبب أن الـ anterior abdominal wall والـ lateral abdominal wall يصعب علينا فصلهما حتى من ناحية عملية فمثلا ليس هناك من الأساس نقطة فاصلة مجرد عبارة عن تسمي حينما نقول anterior abdominal wall فليس لدي بشكل فعلي نقطة مثلا أقول أن الـ anterior abdominal wall ينتهي هنا مثلا في الحقيقة ليس هناك شيء من هذا القبيل وإنما مجرد شيء تخيلي أن الـ anterior abdominal wall ينتهي لهذه الدقطة مثلا ولكن ليس هناك فاصل فعلي ما بين الـ anterior والـ lateral abdominal wall لذا قمنا بإطلاق inter-lateral abdominal wall على الـ anterior والـ lateral abdominal walls ليكون منطقي أكثر ولكي يكون عملي أكثر هذه كل الفكرة وأيضا مثلا نلاحظ لدينا posterior abdominal wall هناك فاصل فعلي ما بين الـ lateral والـ posterior abdominal wall وهو فاصل بالعضلات مثلا نلاحظ هناك نهاية لمجموعة من العضلات وبداية لمجموعة من العضلات والآن على ما أعتقد أنه أصبح لدينا تصور جيد عن الـ abdominal walls in general ففي بادي الأمر قمنا بتقسيم الـ abdominal walls بشكل عام إلى pony parts و muscular parts وبعدها قمنا بالتعرف على ما هي الـ abdominal walls لدينا intra-lateral abdominal wall لدينا posterior abdominal wall لدينا superior ولدينا inferior abdominal wall أما الآن فسننتقل إلى الـ abdominal cavity ونتعرف على ما هو الـ abdominal cavity ما هو الـ abdominal cavity وما هي حدود هذا الـ abdominal cavity نتابع مثلا نلاحظ هذه الصورة توضح جميع الـ cavities الموجودة في الترانك مثلا نعلم في بداية هذه المحاضرة ومن محاضرات سابقة أن الترانك يتكون anteriorly من الثوركس الـ abdomen والـ pelvis فهذه الصورة توضح الـ thoracic cavity abdominal cavity والـ pelvic cavity مثلا نلاحظ هذا اللون البنفسجي يوضح الـ thoracic cavity وفي اللون البرتقالي عبارة عن الـ abdominal cavity وفي اللون الأخضر عبارة عن الـ pelvic cavity أو الـ true pelvic cavity سنتعرف على هذا المصطلح بعد قليل ولكن أيضا مثلا نلاحظ هذه الخطوط الحمراء والخطوط الغير مكتملة الحمراء أيضا توضح الحدود ما بين الـ cavities وأيضا الـ borders of the cavities فمن هنا نلاحظ بداية الثوراسيك كافيتي ومن هنا نهاية الثوراسيك كافيتي وبداية الـ abdominal cavity وهنا مثلا نلاحظ نهاية الـ abdominal cavity وبداية الـ pelvic cavity وهذا هو عبارة عن الـ pelvic floor أو الـ pelvic diaphragm والذي يمثل ببساطة نهاية الـ pelvic cavity وأيضا مثلا نلاحظ عدنا إلى هذا الـ longitudinal cut section وهنا يتضح لديه sagittal section لـ trunk بشكل عام هنا يتضح لديه هذا عبارة عن الـ abdominal cavity يبدأ من الثوراسيك دايافرام هنا هذا الليفر هذا هو الـ stomach وهذه الـ intestine وينتهي في هذا الخط الـ arbitrary أو الـ imaginary line أو الخط التخيلي الذي يمتد من هنا إلى هنا تقريبا فهذا هو عبارة عن الـ abdominal cavity يبدأ من هنا من الثوراسيك دايافرام وينتهي في هذا الخط الذي سنسميه في المستقبل الـ pelvic inlet هذا الخط هو عبارة عن الـ pelvic inlet وما تبقى فهذا هو عبارة عن الـ pelvic cavity وهذا بالكامل هو عبارة عن الـ abdominal pelvic cavity من الثوراسيك دايافرام إلى الـ pelvic diaphragm وهذه الصورة أيضا ليست في الجديدة توضح الـ abdominal pelvic cavity وهنا أود الإشارة إلى نقطة لطيفة كلما كان الخط غير مكتمل dashed line فهو عبارة عن خط وهمي ليس فاصل حقيقي ما بين الـ cavities وكلما كان الخط مكتمل مثل ما نلاحظ فهو فاصل حقيقي مثل ما نلاحظ هذا الثوراسيك دايافرام هو عبارة عن فاصل حقيقي ما بين الثوراسيك cavity والـ abdominal cavity ولكن هنا هذا الـ pelvic inlet أو الـ imaginary line ما بين الـ abdominal cavity والـ pelvic cavity هو عبارة عن dashed line أي أن ليس هناك فاصل حقيقي ما بين الـ abdominal cavity والـ pelvic cavity أما الآن فسنتعرف على الـ abdominal cavity بشكل منفصل مثل ما نلاحظ forms the superior and major parts of the abdominal pelvic cavity الـ abdominal cavity يكون الجزء الأساسي والجزء العلوي من الـ abdominal pelvic cavity والـ abdominal pelvic cavity كما تعرفنا عليه قبل قليل هو عبارة عن الـ cavity ما بين الثوراسيك دايافرام والـ pelvic diaphragm The abdominal pelvic cavity is the continuous cavity that extends between the thoracic diaphragm and pelvic diaphragm هذه المعلومة ليست بالجديدة ببساطة قلتها قبل قليل أن الـ abdominal pelvic cavity يمتد من الثوراسيك دايافرام إلى الـ pelvic diaphragm الـ abdominal cavity has no floor on its own because it's continuous with the pelvic cavity أي أن ليس لـ abdominal cavity floor ليس له inferior wall وإنما هو متصل مع الـ pelvic cavity باب المصادر تقول أن الـ inferior wall of the abdomen is the pelvic diaphragm أو الـ pelvic muscles ولكن في الحقيقة وحسب كلام مور فإنه لا يوجد هناك فلور للـ abdominal cavity وإنما الـ abdominal cavity متصل مع الـ pelvic cavity والـ pelvic cavity له فلور هو عبارة عن الـ pelvic floor أو الـ pelvic diaphragm هذا الكلام قلته قبل قليل فمثل ما نلاحظ هذا الـ line هو عبارة عن arbitrary line عبارة عن خط وهمي خط اعتباضي خط نحن قمنا بوضعه لكي نستطيع أن نقوم بفصل الـ abdominal cavity عن الـ pelvic cavity ولكن ليس هناك فاصل حقيقي ما بين الـ abdominal cavity والـ pelvic cavity وهذا الخط يعتبر الـ pelvic inlet أو الـ pelvic aperture ماذا يعني pelvic inlet أو pelvic aperture؟ ببساطة هو عبارة عن نقطة الدخول لـ pelvic cavity أي حينما أريد أن أخرج من الـ abdominal cavity وأذهب إلى الـ pelvic cavity فإنني سأمر من خلال هذه الـ pelvic aperture أو الـ pelvic inlet مثل ما نلاحظ هذه الصورة توضح بعض التفاصيل الإضافية لـ abdominal pelvic cavity مثل ما نلاحظ هذا في اللون الأورنج أو البرتقالي عبارة عن الـ abdominal cavity وفي اللون الأخضر الغامق عبارة عن الـ pelvic cavity أما الـ cavity الذي في اللون الأخضر الفاتح فهو عبارة عن الـ greater pelvic cavity أو الـ greater pelvis أو الـ falls pelvic cavity أو الـ falls pelvis ماذا تعني هذه المصطلحات؟ بعض الـ anatomists أو بعض علماء التشريح يقولون أن الـ pelvic cavity هو عبارة عن الـ cavity الموجود ضمن الـ pelvic girdle مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الـ hip bone وهذا هو عبارة عن الساكرام وهما يمثلان الـ pelvic girdle لذا فهؤلاء الـ anatomists يقولون أن الـ pelvic cavity هو الـ cavity الموجود ضمن هذا الـ pelvic girdle ولكن علماء تشريح آخرين يقولون أن هذا الجزء من الـ pelvic cavity مستغل من قبل الـ abdomen مستغل من قبل الـ abdominal viscera أي هناك abdominal viscera موجودة ضمن هذا الـ greater pelvis أو الـ falls pelvic cavity لذا فيقولون من غير المنطقي أن نقوم بتسميته pelvic cavity وهو يحتوي على abdominal viscera لذا جاءوا أشخاص آخرين وقاموا بحل هذا النزاع وقالوا سنرضي كل الأطراف قالوا أن الـ abdominal cavity هو عبارة عن كل شيء موجود ما بين الـ thoracic diaphragm والـ pelvic inlet مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الـ pelvic inlet والـ pelvic cavity هو كل ما موجود ما بين الـ pelvic inlet والـ pelvic diaphragm أما الـ greater pelvis فهو الـ cavity الموجود ضمن ما تبقى من الـ pelvic girdle وبالتالي فأن الـ greater pelvis سيكون جزء من الـ abdominal cavity لذا فأسموه الـ false pelvis أو الـ false pelvic cavity أما هذا في اللون الأخضر الغامق الذي هو عبارة عن الـ pelvic cavity الذي نعرفه أسموه بالـ true pelvis أو الـ true pelvic cavity وأيضا له اسم آخر وهو عبارة عن الـ lesser pelvis وبصراحة المعروف أكثر هو عبارة عن الـ greater pelvis والـ lesser pelvis لذا في الأخضر الفاتح لدينا الـ greater pelvis وفي الأخضر الغامق لدينا الـ lesser pelvis وفي اللون البرتقالي لدينا الـ abdominal cavity ولكن مع ذلك في الحقيقة أن الـ abdominal cavity يكون محصور ما بين الـ thoracic diaphragm والـ pelvic inlet لأن هذه هي عبارة عن الـ cavity المستغل من قبل الـ abdominal viscera مثل ما نلاحظ ماذا يعني ذلك؟ مثل ما نلاحظ هذا الـ diaphragm يقوم بإغلاق الفتحة السفلية للـ thoracic cavity أي أن هذا الـ diaphragm سيقوم بتخطية الـ inferior aperture of the thorax أو الـ inferior thoracic aperture وهذا الـ diaphragm هو عبارة عن شكل أشبه بالقبة أي عبارة عن دم in shape وبالتالي سيمتد إلى الأعلى وبما يؤدي إلى وصوله إلى الظلع الرابع وتحديدا في الحقيقة عبارة عن الـ fourth intercostal space أي عبارة عن الـ space الموجود ما بين الـ fourth rib والـ fifth rib لذا فإذا سئلنا ما هو امتداد الـ abdominal cavity فنقول أنه يمتد من الثراسك diaphragm إلى الـ pelvic inlet ولكن الثراسك diaphragm يصل الـ dumb shape له يصل إلى الـ fourth intercostal space ولكن في الحقيقة أنه من اليمين يصل إلى الـ fourth intercostal space أما من اليسار فهو لا يصل إلى الـ fourth intercostal space سنتعرف على هذا الشيء بالتفصل إن شاء الله في المحاضرات القادمة إن شاء الله أنا أقولها dumb shape ولكن في الحقيقة هي dome shape مثل ما نلاحظ هذا الدوم shape of the diaphragm مثل ما نلاحظ يصل هذا من المفترض أن يكون هذا هو عبارة عن الـ fourth intercostal space لنقوم بأديه هذا عبارة عن الـ first, second, third وهذا هو الـ fourth نعم إنها صحيحة فالثراسك diaphragm هو عبارة عن superior boundary of the abdominal cavity ويمتد إلى الـ fourth intercostal space من اليمين تحديدا لأن هنا يكون موجود الليبر وسبب أنه يمتد إلى الأعلى هو بسبب وجود الليبر أما من اليسار فسنتعرف عليه إن شاء الله في المحاضرات القادمة ماذا تعني هذه الفقرة؟ يعني أن الأبدامنال كافيتي أو باعتبار أن الأبدامنال كافيتي يصل إلى الـ fourth intercostal space إلى الأعلى فيعني أن الأجزاء الحيوية من الأبدامنال فسرة تكون محمية بالـ lower thoracic cage أي تكون محمية بالجزء السفلي من القفص الصدري وتحديدا هذه الأعضاء مثل ما نلاحظ هي عبارة عن السبلين الـ stomach الـ liver وجزء من الكدني وأيضا السوبرارينال جلاند أيضا تكون محمية بالجزء السفلي من الثراسك cage الثمان نلاحظ أيضا هذه الصورة توضح هذه الحقيقة هذا هو عبارة عن الـ liver وهنا يكون السبلين تقريبا هذا هو السبلين ليس واضح ولكن هنا تأشير على السبلين وهذه عبارة عن الـ stomach وأيضا هناك جزء من الكدني ومن اليمين ومن اليسار وأيضا السوبرارينال جلاند فهذه الصورة توضح وبشكل جميل جدا هذه الحقيقة والـ consequences of أن الـ abdominal pelvic cavity يمتد إلى الثالث intercostal space الآن يقوم بتعريف ما هو الثالث والفالث ويقول أنه عبارة عن الـ expanded part of the pelvis superior to the pelvic inlet أي هذا الجزء من الـ abdominal pelvic cavity supports and partly protects the lower abdominal viscera part of the ellium, cecum, appendix and sigmoid colon وهذا ببساطة يعني أن الـ great pelvis أو الـ false pelvis يقوم بحماية هذه الأعضاء السفلية من الـ abdominal viscera لذا فهو يحتوي على جزء من الـ abdominal viscera وبالتالي بعض الأعنتم يقولون أن هذا جزء من الـ abdominal cavity وليس جزء من الـ pelvic cavity ولكن قاموا بحل هذه المشكلة بإطلاق مصطلح الـ greater pelvis أو الـ false pelvis الآن الـ abdominal cavity is the location of most digestive organs parts of the urogenital system, kidneys and most of the ureters and the spleen ماذا يعني ذلك أولا السبلين هو ليس جزء من الـ digestive system هذا الشيء نعلمه لذا فقام بفصل السبلين ووضعه في آخر هذه الفقرة إشارة إلى أن السبلين ليس جزء لا من الـ eurogenital system ولا من الـ digestive system لذا حينما نقول ما هي الـ systems الموجودة في الـ abdomen فنقول الجواب يعني لهذا السؤال أنها ببساطة عبارة عن أغلب الـ digestive system أو الأغلب الـ digestive organs التي تكون الـ digestive system هل هناك أجزاء من الـ digestive system ليست موجودة في الـ abdomen؟ نعم فالإزافكس ليس موجود في الـ abdomen من الأساس وإنما موجود في الثوركس وموجود في الـ neck وأيضا لدينا الماث مثلا الماث هو عبارة عن جزء من الـ digestive system ليس موجود في الـ abdomen وإنما موجود في الرأس وأيضا عدد من الـ salivary glands أيضا ليست موجودة في الـ abdomen وإنما موجودة في الرأس وجزء من الرقبة وإلى آخره لذا فـ abdominal cavity هو عبارة عن المكان الموجود فيه أغلب الـ digestive system وليس كل الـ digestive system وأيضا الـ abdominal cavity موجود فيه أغلب الـ eurogenital system ولكن ليس كل الـ eurogenital system لأن الـ eurogenital system أيضا جزء منه سيكون موجود في الـ pelvic cavity وليس فقط الـ pelvic cavity وإنما أيضا في الـ phrenium لأن الـ phrenium هو عبارة عن entity خاصة ليست جزء من الـ pelvis والـ phrenium هي عبارة عن الأعضاء التنسلية الخارجية وأيضا الـ anus التي هي فتحة المخرج هذه المنطقة تسمى الـ phrenium والشيء بالشيء يذكر أريد هنا التنويح على أن الفرق ما بين الـ gastro-intestinal tract أو الـ gastro-intestinal tract والـ digestive system هو ببساطة أن الـ gastro-intestinal tract هو عبارة عن الجزء من الـ digestive system الذي يبدأ من الفم وينتهي بالـ anus أي هو عبارة عن passageway هو عبارة عن tract هو عبارة عن جهاز ولكن عبارة عن ممر طريق مستمر هذا نسميه GIT أو الـ gastro-intestinal tract أما الـ digestive system فهو بالإضافة إلى الـ GIT يكون لدينا الـ liver الذي هو عبارة عن جزء من الجهاز الهضمي ولدينا الفنكرياس أيضاً جزء من الجهاز الهضمي ولدينا أيضاً الـ salivary glands أيضاً جزء من الـ digestive system أيضاً هذه الصورة لم تعد بالصورة الجديدة توضح الـ abdominal pelvic cavity هذه عبارة عن الـ abdominal viscera وهذا هو عبارة هنا بالتحديد سيكون الـ pelvic inlet أيضاً هذه الصورة ليست بالجديدة توضح الـ abdominal pelvic cavity أما الآن فسنتقل إلى موضوع بسيط نأخذ عنه فكرة بسيطة ونترك هذا الموضوع لمحاضرته المنفصلة ولكن من المهم في هذا الفيديو أن نأخذ ولو أفكار بسيطة عن هذه المواضيع الموجودة في هذا الفيديو لأن هذا سيصنع في أذهاننا تصور جيد عن تشريح الأبدمن قبل الدخول بشكل تفصيلي بدراسة تشريح الأبدمن مثل ما نلاحظ هذه الصورة توضح الـ interlateral abdominal wall قد تم إزالة الـ interlateral abdominal wall وتركوا هذا الجزء منه وقاموا بتكبير هذا الجزء لكي نحصل على هذه الصورة مثل ما نلاحظ هذه هي طبقات الـ interlateral abdominal wall لدينا الـ skin والـ subcutaneous tissue بطبقته ولدينا 3 muscles والفاشة لها أو الـ investing fascia لها ولدينا أيضا الفاشة ولدينا هذه الطبقة التي سنتحدث عنها في هذا الجزء وهي عبارة عن الـ parietal peritoneum مثل ما نلاحظ parietal peritoneum أما ماذا يعني الـ parietal peritoneum أو البرتونيوم بشكل عام البرتونيوم بشكل عام هي عبارة عن sac عبارة عن ماذا؟ عبارة عن sac أي أنها عبارة عن بالونة هذه البولونة تبطن الانترال الاسبكت الانترالاتر الابدامنال وال وايضا تغلف الانترال الورغانز الابدامن او الابدامنال فسرة ولكن ليست كل الابدامنال فسرة سنتحدث عن هذا الشيء مرة اخرى ان شاء الله في محاضرة منفصلة ومحاضرة تفصيلية ونفهم بشكل فعلي ماذا يعني بريتونيوم وبريتونيال كافيتي وبريتال بريتونيوم ولكن الان يجب ان يكون لدينا تصور عن البريتونيوم والبريتونيال كافيتي مثلا نلاحظ هذه الصورة توضح كرونال سكشن اي انني قمت بعمل كرونال سكشن اي جاء بلين معين وقام بقطع جسدي من جهة اللاترال من اللاترال من هذه الجهة من الرايت مثلا الى الليفت او من الليفت الى رايت ليس مهم جدا ولكن المهم ان يأتي بشكل لاترال ويقوم بقطع جسدي الى جزء انتيرير جزء امامي وجزء فاستيرير فانا الان انظر الى الابدامنال وال او الانترالاتر الابدامنال وال من الانترال الاسبكت ماذا يعني ذلك لنتخيل ان هذا هو عبارة عن الانترالاتر الابدامنال وال هذه عبارة عن بطني الآن أنتم ترون هذه عبارة عن بطني فهذه عبارة عن بطني هنا فقمت بأخذ Corona Section جاء بلين معين وقام بقص هذا الـ Adrenal-Ebdominal Wall وأخذته كقطعة منفصلة فالآن أنا أنظر لهذا الـ Adrenal-Ebdominal Wall من الداخل فحينما أنظر له من الداخل أرى هذا الشكل مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الـ Adrenal-Ebdominal Wall ويقوم البرائتال بريتونيوم بعمل بطانة لهذا الانترولاترال أبدومنال وال أي أن البرائتال بريتونيوم يبطن الانترولاترال أبدومنال وال ويعمل رفلكشنز ويعمل الكثير من التفاصيل مثل ما نلاحظ هذا عبارة عن ليجامنت فسيقوم هذا البرائتال بريتونيوم بعمل هذا الليجامنت وهناك رفلكشنز في أماكن معينة رفلكشنز أي أن هناك جزء من هذا البروتالبروتونيوم حينما يصل مثلا لنقطة معينة يلتف ويعود ليغلف أورغان معين سنفهم هذه التفاصيل إن شاء الله مثل ما قلت في محاضرة مفصلة ولكن المهم أن نأخذ فكرة عن ما هو البروتونيوم بشكل عام وتكتمل الفكرة عن البروتونيوم حينما نرى هذه الصورة مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الانترولاترال أبدومينال وال هذا عبارة عن البيلفك دايفرام وهذا هو عبارة عن الثراسك دايفرام وهذه عبارة عن الستامك وهذه عبارة عن الارج انتستين أو الترانسفيرس كولن وهذا عبارة عن السمول انتستين ومثل ما نلاحظ هناك طبقة تغلف السمول انتستين وهذه الطبقة هي عبارة عن البروتونيوم ولكن هذا الذي يغلف الأبدامن الفسرة نسميه visceral peritoneum أما الذي يبطن الانترولاتر الأبدامن الول فنسميه pharytal peritoneum ولكن هذا البرتونيوم سواء كان الفسرة البرتونيوم أو pharytal peritoneum هو عبارة عن ساك عبارة عن بالونة معينة تنتفخ داخل البطن وتغلف الأبدامن الفسرة وتبطن الانترولاتر الأبدامن الول وإن شاء الله هذا الشيء الذي لست متأكد هل هو كوب أو قدح أو لا أعلم ما هو بالضبط ولكنه كبير جدا سنستخدمه إن شاء الله لكي نفهم ماذا يعني أن البريتونيوم هو عبارة عن بالونة تنتفخ وتغلف الأبدامن الفسرة وتبطن الانترولاتر الأبدامن الول إن شاء الله سنكتشف هذا الشيء في المستقبل ومثل ما نلاحظ هذا الشيء المتدلي إذا ما نلاحظ هو عبارة عن المزنتري والمزنتري أيضا جزء من البريتونيوم الغاية من هذا الجزء أن نأخذ فكرة عن البريتونيوم والبريتونيال كافيتي فمثل ما نلاحظ هنا في هذه النقطة هذا المؤشر موجود هنا فهذا هو عبارة عن البريتونيال كافيتي البريتونيال كافيتي هو ببساطة عبارة عن الكافيتي المصنوع بين البريتال بريتونيوم هذا هو عبارة عن البريتال بريتونيوم الذي يبطن الانترولاتر الأبدامن الول وبين الفسر البريتونيوم الذي يغلف الأبدامينال فسر فإنما أضع المؤشر الآن فإنني أضعه في البريتونيال كافيتي مثل ما نلاحظ هنا وهنا 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 أيضا وحتى هنا فكل هذه وحتى هنا فكل هذه الأماكن هي عبارة عن البريتونيال كافيتي مثل ما نلاحظ هذا أيضا كورونال سكشن ولكن هذا الجزء البستيريير من الكورونال سكشن ليس الأنتيريير هذا عبارة عن الجزء الأنتيريير من الكورونال سكشن ولكن هذا الجزء عبارة عن البستيريير سيجمنت بعد عمل الكورونال سكشن ومثل ما نلاحظ هنا أينما أضع المؤشر أيضا يمثل البريتونيال كافيتي هنا وهنا وهنا ما بين الفسرة وعلى ما أعتقد أن الآن صار في تصوركم أن الأبدامنال بسرة ليست موضوعة بشكل عشوائي داخل الأبدامنال كافيتي وأنما موضوعة بترتيب دقيق بحيث أن لكل الأبدامنال بسرة مكان محدد لا يجب أن يكون بمكان غير مكانه وفي الحقيقة هذه الوظيفة تعز إلى الفريتونيوم نفهم تفاصيل أكثر إن شاء الله في محاضرة الفريتونيوم والفريتونيال كافيتي في هذا الجزء من المحاضرة سنتعرف على ما هي الكميونيكيشنز ما بين الأبدامنال كافيتي والأثر كافيتيز أو الأثر ريجنز في الحقيقة أيضا من الجسم البشري مثل ما نلاحظ هذه الصورة توضح الأبدامنال كافيتي وأيضا توضح الأثر كافيتيز مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن البالفك التي تعرفنا عليه قبل قليل وهذا أيضا يمثل النقطة التي يكون البالفك التي موجود فيها وأيضا تعرفنا على هذه البونز وعلمنا أن البونز في اللون البنفسجي هي عبارة عن البونز التي تشترك في تكوين الأبدامنال وولز وأيضا مثل ما نلاحظ تعرفنا أن هذه العضلات الدايفرام والانترولاترال أبدامنال وولز وكل هذه العضلات التي نراها أيضا تشترك في تكوين الأبدامنال وولز فمثل ما نلاحظ أي أن الانترولاترال أبدامنال وولز سيكون سسبند معلق ومتصل ومدعوم سبورتد أي مدعوم باي تو بوني رينز هذه البوني رينز أو الحلقات العظمية هي عبارة عن الانفيريور ثراسيك أبرتر مثل ما نلاحظ والتي هي عبارة عن الانفيريور ثراسيك أبرتر التي تتكون من الانفيريور مارجين أوف ذا ثراسيك كيج ثراسيك كيج الذي هو عبارة عن القفص الصجري فبالتحديد هذه الخطوط في اللون الأخضر هي تمثل الانفيريور مارجين أو ذا ثراسيك أسكولتن وهذه النقطة التي يتصل بها الانترولاترال أبدامنال وولز من السوبرير من جهة الأعلى وهذا الشيء تعرفنا عليه في بداية هذه المحاضرة وأيضا انفيريور لي لدينا البالفك جيردل مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن البالفك جيردل فالانترولاترال أبدامنال وولز وفي الحقيقة الأبدامنال وولز بالكامل سيتصل من الأسفل بهذه البوني رينغ وفي الحقيقة هي ليست فقط بوني رينغ فأيضا لدينا هذا الانجونال لجامنت ولكن هذا الانجونال لجامنت هناك تفاصيل خاصة به إن شاء الله سنتعرف عليها في محاضرة مفاصلة ولكن ما يهم أن من الأعلى الأبدامنال وولز أو الانترولاترال أبدامنال وولز يتصل بالانفيريور مارجين أوفذ ثراسيك كييج ومن الأسفل يتصل بالبالفك جيردلل فهذه أول ريليشنشيب ما بين الأبدمن والأثر ريجين الثراكس والبالفك هذا هو عبارة عن الثراسيك كييج الثراسيك كييج هذا أيضا الثراسيك كييج الذي هو عبارة عن ماذا هو عبارة عن القفص الصدري هناك سوبرير أبرتر هذه عبارة عن السوبرير أبرتر ولدينا انفيريور أبرتر السوبرير أبرتر هي التواصل ما بين الثوركس والنك الرقبة أما الانفيريور أبرتر هي التواصل ما بين الثوركس والأبدامنال كافيتي أو الأبدمن فهذه الانفيريور ثراسيك أبرتر Forms the superior opening of the abdomen Superior opening of the abdomen أي الفتحة العليا للأبديمن فمثل ما نلاحظ هذه الفتحة العليا ستكون مغطاة بالدايفرام فالدايفرام سيغلق الانفيرير ثراسك أفرتر أو سيغلق السوبرير اوبنينغ of the abdomen ولكن يترك لنا بعض الفتحات لكي يمر الأيورتا والزافكاز وغيرها من التراكب التي سنتعرف عليه إن شاء الله في محاضرات منفصلة ومثل ما تلاحظون بالحجاب الحاجز إذن كملخص فإن الأبدامينال كافيتي أو الأبديمن تتواصل مع الثراسك كافيتي أو الثوركس عن طريق الانفيرير ثراسك أفرتر والانفيرير ثراسك أفرتر مغلقة بالدايفرام ولكن يترك جزء بسيط من الدايفرام مفتوح لكي يتم التواصل ما بين الثوركس والأبديمن فهناك تراكيب مثل الزافكس والأيورتا تخرج من الثوركس وتدخل إلى الأبديمن والعكس أيضا فهناك تراكيب تخرج من الأبديمن وتدخل في الثوركس مثل الانفيرير فينا كافا وبعض اللمفاتيك فيسلز وكل هذه التراكيب تخرج وتدخل عن طريق فتحات خاصة لها في الدايفرام The pelvic inlet is the communication between the abdomen and the lesser أو true pelvis تعرفنا على هذه المصطلحات ماذا يعني lesser وماذا يعني true pelvis وماذا يعني great pelvis أو false pelvis كل هذه الأمور تعرفنا عليها ولكن ما يهم الآن أن الأبديمن الكافيتي لديه تواصل مع الpelvic كافيتي وهذا التواصل يتم عن طريق الpelvic inlet ليس هناك حاجز ليس هناك السد ما بين الpelvic كافيتي والأبديمن الكافيتي فكلاهما مفتوح على الآخر بشكل كامل ولكن نحن ننتقل من الابديمن الكافيتي إلى الpelvic كافيتي عن طريق الpelvic inlet مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الpelvic inlet الذي هو عبارة عن مدخل للpelvis وأيضا بعض الأعضاء تنتقل من الpelvic كافيتي إلى الابديمن الكافيتي أيضا عن طريق هذا الpelvic inlet مثل ما نلاحظ هذه الصورة ليست في الجديدة فهذا الابديمن الكافيتي هذا الـ Greater Pelvis أو الـ False Pelvis وقلنا أن هذا في الحقيقة هو جزء من الابديمن الكافيتي ولكن هذا هو عبارة عن الـ True Pelvis أو الـ True Pelvic Cافيتي أو الـ Lesser Pelvic Cافيتي والذي هو عبارة عن الpelvis بشكل فعلي فكما نلاحظ هذا الخط هو عبارة عن الpelvic inlet وهذا مثل ما نلاحظ هو عبارة عن الـ Pelvic Diaphragm وهذا الـ Pelvic Diaphragm هو عبارة عن مجموعة من العضلات تفصل الـ Pelvis عن البرينيوم أو تفصل البرينيوم عن الـ Pelvis وهذا يحتاج لمحاضرات منفصل إن شاء الله سنتحدث عنها في محاضرات الـ Pelvis على هذه القناة في يوم من الأيام فكملخص فإن هناك تغاصل ما بين الـ Abdominal Cافيتي والـ Pelvic Cافيتي والتواصل يتم عن طريق الـ Pelvic إلت فهناك تراكيب تخرج من الـ Abdominal وتدخل في الـ Pelvis وهناك تراكيب تخرج من الـ Pelvis وتدخل في الـ Abdominal التواصل الأخير للـ Abdominal مع الـ Other Major Regions of the Human Body هو عبارة عن تواصل الـ Abdominal مع الـ Lower Lim The Abdominal communicates with Lower Lim by the Sub-Inguinal Space هو عبارة عن الـ Space ما بين الـ Anguinal Ligament والـ Pelvic Bones ثم نلاحظ هذا في البنفسجي هو عبارة عن الـ Sub-Inguinal Space وهذا الـ Sub-Inguinal Space يسمح بالتواصل ما بين الـ Abdominal Cافيتي والـ Lower Lim ومن خلال هذا التواصل فسنحصل على طريق لمرور الـ Arteries ثم نلاحظ هذا هو عبارة عن الـ Femeral Artery وهذا عبارة عن الـ Femeral Vein وهذه عبارة عن الـ Femeral Canal التي تدخل منها تراكيب معينة نتعرف عليها إن شاء الله في محاضرات الـ Lower Lim ثم نلاحظ لدينا هذه الأعصاب والأوردة والشرعين تدخل من الـ Sub-Inguinal Space فتغادر من الـ Abdominal Cavity وتدخل بشكل مباشر إلى الثعي أو إلى الـ Lower Lim فكملخص أيضا فأن هناك communication ما بين الـ Abdomen والـ Lower Lim وهذا الـ Communication يتم عن طريق الـ Sub-Inguinal Space أي أن هناك تراكيب تخرج من الـ Abdomen وتدخل في الـ Lower Lim وأيضا هناك تراكيب تخرج من الـ Lower Lim وتدخل في الـ Abdomen The two-pony rings are linked by a semi-rigid Lamper Vertebral Column ماذا يعني semi-rigid وماذا يعني two-pony rings التو-pony rings التي تعرفنا عليها قبل قليل التي هي عبارة عن inferior thoracic aperture وال pelvic girdle هما عبارة عن الـ Two-pony rings أما ماذا يعني أنهما linked by semi-rigid Lamper Vertebral Column مثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن الـ Vertebral Column أو الـ Lumber Vertebral Column التي ستقوم بربط الـ Superior Aperture أو بمعنى آخر الـ Inferior Thoracic Aperture مع الـ Pelvic girdle أي الـ Two-pony rings وهذه تعتبر semi-rigid لأنها تحتوي على الـ Intervertebral Discs وهذه الـ Intervertebral Discs ستسمح بحركة هذه الـ Vertebral بالنسبة لبعضها البعض فلنفترض المثال الآتي لو أصبحت هذه الـ Vertebral متصلة مع بعضها البعض بدون أن يكون هناك فواصل ما بينها أي أنها عبارة عن قطعة عظمية واحدة فسنقول عليها أنها رجد مثال ذلك مثلا الفيمر الفيمر هو عبارة عن قطعة عظمية واحدة فلنعتبره رجد لا نعتبره semi-rigid ويضا هناك بعض الأمراض تجعل هذه الـ Intervertebral Discs بدلا من أن تكون Cartilage تكون Bone فتقوم بربط هذه الفقرات مع بعضها البعض فيصبح لدينا تواصل رجد وليس semi-rigid ولكن المهم الآن أن نفهم الحالة الطبيعية النورمال وهي عبارة عن السمي رجد أي أن الـ Lumber Vertebral Column هي عبارة عن السمي رجد communication between superior bony ring والانفيريور bony ring ما بين الانفيريور thoracic aperture والpelvic girdle هذه اللامبر فرتبري تنتمي إلى posterior abdominal wall وهي interposed between the more rigid thorax and pelvis أي أنها ستكون موجودة ما بين الثوركس والبلوث والثوركس والبلوث سيكونان أكثر صلابة من هذه اللامبر فرتبري وهذه اللامبر فرتبري كما هو الحال ببقية العمود الفقري ستسمح بحركة الجسم فيجب أن تكون semi-rigid لكي تسمح بحركة الجسم بشكل طبيعي فالأشخاص الذين تتصلب لديهم هذه الانترفرتبريل ديسك المسؤول عن مرونة اللامبر فرتبري سيؤدي بهم الحال إلى أنهم لا يستطيعون أن ينحنون وهنا من هذه الصورة ومن هذه الصورة نستنتج أن ليس هناك قطع عظمية تقوم بربط الثوركس والبلوث غير هذه السمي رجد لامبر فرتبري أي أن الأبديمن بالكامل ليس فيها عظام بين الثوركس والبلوث ليس هناك عظام غير هذه السمي رجد لامبر فرتبري فالبطن لا تملك عظام تقوم بحماية الأبدامينال فسرة وإنما سيتم حماية الأبدامينال فسرة عبارة عن عضلات وأثر سوفت تشيوز مثل ما نلاحظ This arrangement enables the abdomen to enclose and protect its contents أي أن الأنترولاترال أبدامينال وول أو الأبدامينال وول بشكل عام وهنا المقصود بشكل أساسي الجزء العضلي هو السوفت تشيو من الأبدامينال وول هذا الجزء من الأبدامينال وول سيقوم بتغليف وحماية محتويات البطن من الأبدامينال ذسرة من السمال انتستن، اللارج انتستن، وإلى آخره من محتويات البطن ولكن ولكن مع أنه يقوم بحماية وتغليف محتويات البطن وهو يوفر حماية ليست بالضعيفة للأبدامينال كونتنت فهو أيضا يقوم بالإضافة إلى ذلك بتوفير فلكسبوليتي لكي نستطيع أن نتحرك ونتنفس فلو كانت الأبدامين عبارة عن قطع عظمية عبارة عن شيء رجد فهذا يعني أننا لن نستطيع أن نتنفس بشكل جيد ولن نستطيع أن نحافظ على البوستر البوستر وهي وضعية الجسم، وقفة الجسم مثلا أنت تقوم بالوقوف أو بالجلوس فهذا نسميه بوستر وأيضا في اللوكوموشن في السير في الحركة بشكل عام لن نستطيع أن نقوم بعمل نورمال لوكوموشن إذا كانت الأبدامين رجد فيجب أن تكون الأبدامين بهذا الترتيب الذي تعرفنا عليه وأيضا نحتاج في بعض الأحيان من الأبدامينال وال أن يتوسى أو أن يتقلص فمثلا حينما تصبح المرأة حامل فيحتاج الأبدامينال وال إلى أن يتوسع لكي يعطي مساحة كافية لنمو الجنين وأيضا في بعض الأحيان نحتاج من الأبدامينال وال إلى أن يتقلص للقيام بفعاليات حيوية مهمة وسنتعرف عليها بعد قليل فكملخص فإن البطن هو الجزء من الجسم الذي لا يحتوي على إسناد أطمي قوي كما هو الحال في الأجزاء الأخرى من الجسم البشري ولكن هذا الشيء مهم لكي يسمح للجسم بالحركة والتنفس وأيضا لكي يسمح بالأعضاء الداخلية الموجودة في البطن لكي تتمدد أو تتقلص للقيام بأداء وظائف معينة سنتعرف عليها بعد قليل مثل ما نلاحظ هذه الصورة تلخص الريلاشنشيبس بين الأبدامين والأخرى وهنا يتضح في هذه الصورة أن هناك ما بين الثراسيك كافيتي والأبدامينال كافيتي فمثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الثراسيك كافيتي وهذا هو عبارة عن الأبدامينال كافيتي في هذا اللون أبدامينال كافيتي وفي هذا اللون الثراسيك كافيتي فيبدو هنا أن الأبدامينال كافيتي داخل في الثراسيك كافيتي أو الثراسيك كافيتي أيضا داخل في الأبدامينال كافيتي ولكن في الحقيقة ليس هناك هذا الأوفرلابين وإنما هذا المظهر الذي نراه من اللاترال فيو هو بسبب الدوم shape of the thoracic diaphragm وقد قمت بالتنويح على هذه النقطة لأننا سنحتاجها في الموضوع القادم من هذه المحاضرة وهو عفارة عن functions of interlateral abdominal wall أما الآن فسنتعرف على functions of interlateral abdominal wall تسأل في الحقيقة بيني وبين نفسي لماذا أضع functions of interlateral abdominal wall مع محاضرة overview of the abdomen وليس مع محاضرات interlateral abdominal wall فكانت الإجابة لأننا هنا في هذه المحاضرة نريد أن نأخذ فكرة عن الأبديمن بشكل عام فنحتاج إلى أن نفهم الفنكشنز هنا لأن الفنكشنز هنا لها علاقة مع الـ other regions فسنتعرف على ما هي العلاقة ما بين الثراسيكافيتي والأبديمن الكافيتي تحديدا بعملية التنفس لذا أرى من الجيد أن تكون موجودة في محاضرة الـ overview of the abdomen ولكن قبل التعرف على functions of interlateral abdominal wall أريد منك أن توقف هذا الفيديو وتتخيل وتفكر بينك وبين نفسك ما هي الوظائف التي قد يؤديها الـ interlateral abdominal wall لنفترض أنك قمت بإقاف الفيديو وقمت بالتفكير في ما قد يؤديه الـ interlateral abdominal wall فالوظيفة الأولى للـ interlateral abdominal wall هي عبارة عن protecting the abdominal viscera سيوفر الـ interlateral abdominal wall protection للـ abdominal viscera ولكن أي نوع من الـ protection؟ هناك protection مثلا ضد الصدمات وهناك protection مثلا ضد البيئة الخارجية فلو لنفترض أن الـ abdominal viscera مفتوحة إلى الخارج مثل مثلا الماث الماث هنا مفتوح إلى الخارج فكل الـ oral cavity مفتوح إلى الخارج بحيث أن هناك communication ما بين الأطمسفير وأيضا التجويف الفمي فلو كان هناك communication بطريقة أو بأخرى بين الـ abdominal viscera والأطمسفير والمحيط الخارجي فهذا أكيد سيعرض الـ abdominal viscera إلى الـ infection إلى الالتهابات والجراثيم وإلى آخره من الأمور الموجودة في البيئة الخارجية لذا في الـ protection من ناحيتين الناحية الأولى هي حماية من الصدمات أو الضربات التي قد يتعرضها الإنسان والحماية الثانية هي حماية من الجراثيم بكل أنواعها The abdomen houses the major viscera and protects them by the mean of abdominal wall الـ abdominal wall بشكل عام سيوفر حماية لهذه الـ abdominal viscera وبشكل خاص الـ intralateral abdominal wall أما لماذا بشكل خاص لأنه تقريبا يشغل أكثر المساحة من الـ abdominal walls بشكل عام لدينا anterior ولدينا lateral وهذه المنطقة هي أكثر عرضة للـ injuries للصدمات والضربات والإصابات بشكل عام فمثل ما نلاحظ هذه الصورة ليست بالجديدة هنا يتضح لديه هذا هو عبر عن الـ intralateral abdominal wall وهنا تتضح لديه الـ abdominal viscera فسيقوم الـ intralateral abdominal wall بشكل أساسي بحماية هذه الـ abdominal viscera بشكل عام وعلى الرغم من أن الـ intralateral abdominal wall والـ abdominal walls بشكل عام هي مكونة من soft tissues من عضلات و other soft tissues ولكن مع ذلك فهي توفر حماية جيدة وهي الحماية الوحيدة فليس هناك عظام موجودة في البطن غير من الجهة الخلفية أو من posterior aspect في posterior abdominal wall وهي عبارة عن الـ lamper vertebrae والـ lamper vertebrae بشكل فعلي لا توفر حماية للـ abdomen وإنما توفر حماية بشكل أساسي للـ spinal cord والوظيفة الأساسية الأخرى لها هي عبارة عن الحركة ووصل الجزء العلوي من الجسم مع الجزء السفلي من الجسم أما الوظيفة الثانية للـ intralateral abdominal wall أو abdominal walls بشكل عام هي assisting in breathing سيساعد الـ intralateral abdominal wall بشكل أساسي بالمساعدة بعملية التنفس مثل ما نلاحظ inspiration inspiration تاني عملية الشهيق أو inhalation the abdominal wall relaxes to accommodate the expansion of the thoracic cavity كما تعرفتم قبل قليل على هذه الصورة التي كان فيها overlapping ما بين thoracic cavity والـ abdominal cavity فكان الغاية الأساسية من عرض هذه الصورة هي لتوضيح هذه الوظيفة للـ intralateral abdominal wall فمثل ما نلاحظ هنا يوضح أن الـ intralateral abdominal wall يؤدي وظيفة في عملية التدفس فحين الـ inspiration حين الشهيق أو الـ inhalation يقوم الـ intralateral abdominal wall بالتوسع أو يعمل relaxation أي أنه سيتوسع سيمتد مثلا إلى الأمام ومن خلال هذا الامتداد فسيعطي مساحة للـ thoracic cavity لكي يتمدد فالـ thoracic cavity يجب أن يتمدد لكي تتوسع اللنغ لكي تتوسع الرئتان وبالتالي تدخل كمية من الهواء لكي نحصل على الأكسجين من خلالها فبث ما نلاحظ في هذه الصورة هذا هو عبارة عن الـ abdominal cavity هذا هو عبارة عن الثوراسيك دايفرام وهذا هو عبارة عن الـ intralateral abdominal wall وهذا هو عبارة عن الـ pelvic cavity وهذا هو عبارة عن الـ pelvic diaphragm ولكن علينا الآن أن نستذكر حقيقة مهمة أن عملية التنفس التي تحصل في الثوراسيك كافيتي سيساعد بها الـ diaphragm فوظيفة الـ diaphragm الأساسية هي المساعدة بعملية التنفس وهو العضلة الأساسية التي تساهم بعملية التنفس ولكن في حالة الرئيس في حالة الجلوس أو الاسترخاء بشكل عام أو الحالة الطبيعية في الحالة التي لا نكون فيها نقوم بالـ exercise نقوم بالتمرن أو شيء من هذا القبيل أو بذل أي جهد جسدي مما يتطلب وجود عضلات أخرى التي هي عبارة عن الـ accessory muscles التي تساهم أيضا في عملية التنفس فسواء كان في الثوراسيك كافيتي أو الـ abdominal cavity أو الـ pelvic cavity فهما عبارة عن كافيتيز مغلقة ليست مفتوحة إلى المحيط الخارجي طبعا فيما عدا مثلا اللنغ مفتوحة إلى المحيط الخارجي عن طريق الـ nose أو عن طريق الماث بشكل عام عن طريق الـ airways ولكن مع ذلك فإن اللنغ من الأساس مغلقة ليس هناك communication ما بين اللنغ والثراسيك كافيتي وأيضا ليس هناك communication بشكل عام للثراسيك كافيتي وللأبدامن الكافيتي وللـ pelvic cavity مع المحيط الخارجي لذا نحن نتعامل مع كافيتيز مغلقة ليس هناك هواء يخرج أو هواء يدخل بشكل عام طبعا أود التنبيه على أن اللنغ موجودة في الثراسيك كافيتي ولكن أقصد أن ليس هناك communication ما بين اللنغ وباقي الثراسيك كافيتي أي لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن ببساطة إذا توسع الثراسيك كافيتي يجب أن يتضيق الأبدامن الكافيتي وإذا تضيق الأبدامن الكافيتي يجب أن يتوسع الثراسيك كافيتي وهكذا فالمهم أن نفهم أن هذه الكافيتيز هي عبارة عن كافيتيز مغلقة لا تسمح بأن تتبادل الهواء مع المحيط الخارجي لذا فإن الضغط إذا ازداد في أحد هذه الكافيتيز فإنه يقل في الكافيتي المجاور فيجب علينا أن نتذكر أن تمدد أي من هذه الكافيتيز يعني تقلص الكافيتي الآخر أي أنه سيتمدد على الكافيتي الآخر فمثلا الثراسيك كافيتي حينما يريد أن يتمدد ويتمدد الثراسيك كافيتي عن طريق الكونتراكشن الدايفرام حينما يتقلص فإنه يكون أكثر انبساطا لن يكون منبسط مئة بالمئة لأنه شكل محدب إلى الأعلى ومقعر إلى الأسفل فهو لن يكون منبسط تماما وإنما لنقول أنه سيقل تحدبا وتقعرا سيصبح فحينما يتقلص سيقوم بدفع الكونتين إلى الأسفل وبالتالي يسمح بتوسع اللانجز يسمح بتوسع الرئتين وتوسع الثراسيك كافيتي بشكل عام لذا فهو سيقوم بالضغط على الأبدامينال كافيتي ولكي يكون هناك فعل آخر لكي يقلل من هذا الضغط فسيعمل الأبدامينال والريلاكسيشن بحيث أنه يسمح لأثراسيك كافيتي بأن يتبدد وبالتالي لن يؤثر ذلك على الأبدامينال فسعة فالآن أنا حينما أقوم بعملية الشهيق مثلا فأن الدايفرام عندي تقلص وبالتالي بدلا أن يكون بهذه الطريقة سيكون بهذه الطريقة أي أنه نزل بعض الشيء إلى الأسفل وأيضاً الانترولاتر الأبدامينال والدفع إلى الأمام فعمل الريلاكسيشن اندفع إلى الأمام لكي يقوم بالأكميديشن لكي يستوعب الأكسبانشن للثاركس توسع الثاركس أو الثراسيك كافيتي وأيضاً بالأكسبريشن مثلا نلاحظ وهذا يعني أن العملية ستنعكس ستحصل لدي عملية معاكسة فحين الأكسبريشن حين الزفير أي فأن الانترولاتر الأبدامينال والدفع سيتقلصه وبالتالي سيساعد الدايفرام بأن يعود إلى حالتها الطبيعية وهي حالة الريلاكسيشن للدايفرام فالريلاكسيشن عند الدايفرام يكون بأنه يندفع إلى الأعلى إلى الثراسيك كافيتي وحالة الكونتراكشن للدايفرام بأن يندفع إلى الأسفل باتجاه الأبدامينال كافيتي سأقولها بطريقة أخرى حينما يعمل الثراسيك دايفرام كونتراكشن لكي يسمح بتوسع الثوراكس وبالتالي تتم عملية الإنسبريشن فإن الانترولاتر الأبدامينال والد يعمل ريلاكسيشن لكي يسمح من الأساس بتوسع الثوراكس فمثلا لو حصلت لدينا حالة والانترولاتر الأبدامينال وال حصل فيه مشكلة بحيث أنه لا يستطيع أن ينبسط لا يستطيع أن يعمل ريلاكسيشن فهذا سيؤدي إلى أن الشخص سيحصل لديه وهذا ببساطة يعني أنه لا يستطيع أن يأخذ لا يستطيع أن يأخذ نفس عميق بهذه الطريقة يعني سيكون التنفس له بهذه الطريقة وليس نفس عميق فهذا هو shortness of breath وفي عملية الإنسبريشن فحينما ينبسط الديافرام فأنه يرتفع إلى الأعلى باتجاه الثراسك كافيتي وبالتالي يضغط على اللنغز وتقوم اللنغز بتفريغ الهواء إلى الخارج فأن الانترولاتر الأبدامنال وال يقوم بالتقلص لكي يساعد بدفع الثراسك دايفرام إلى الأعلى باتجاه الثراسك كافيتي فأنا الآن أخذت شهيق فالانترولاتر الأبدامنال وال عمل ريلاكسيشن لكي يسمح بيتمدد الثراسك كافيتي وقمت بعمل زفير وبالتالي قام الانترولاتر الأبدامنال وال بعمل كونتراكشن لكي يدفع الثراسك دايفرام باتجاه الثراسك كافيتي ويقلل من الأكسبانشن للثراسك كافيتي الوظيفة الثالثة للأبدامنال وال بشكل عام وبشكل خاص للانترولاتر الأبدامنال وال هي ببساطة الابدامنال كافيتي كما هو الحال في أي كافيتي على الإطلاق لديه براشر باعتبار أن الأبدامن هي عبارة عن كونتينر وإي كونتينر لديه ضغط داخلي فكما هو الحال في الثراسك كافيتي الذي لديه أيضا ضغط خاص به فمثلا الثراسك كافيتي حينما يريد أن يقوم به خفض الضغط فأن الدايفرام يتقلص مما يعضي مساحة للانج بأن تتمدد وبالنهاية ينخفض الضغط الداخلي للثراسك كافيتي مما يسمح بمرور الهواء إلى داخل اللانج هذا ما يجري في الثراكس في الأبدامن هناك شيء مماثل ولكن تختلف الحالات التي نحتاج فيها إلى زيادة الضغط الداخلي للأبدامنال كافيتي عن الحالات التي نحتاج فيها إلى زيادة أو نقصان الضغط الداخلي الموجود في الثراسك كافيتي فحينما يزداد الضغط الموجود في الثراسك كافيتي فإننا نقوم بعملية الزفير أي أننا نطرح الهواء من اللانج إلى الخارج أما في الأبدامنال كافيتي فالموضوع إلى حد ما فيه شيء من الاختلاف ولكن الفكرة الأساسية واحدة هي زيادة ونقصان الضغط الداخلي للكافيتي فمثل ما نلاحظ سنفهم فكرة الدايفرام ولماذا نحتاج أن يكون في حالة الفيكست فوزيشن ولكن ما يهمنا أن العضلات الموجودة في الأبدامنال وول بشكل عام حينما تتقلص فإنها تساهم بزيادة الضغط في الأبدامنال كافيتي مما نسميه الانترا أبدامنال فرشر انترا أبدامنال فرشر أي الضغط الموجود في الأبدامنال كافيتي وهذا يحصل مثلا حين القيام بعملية الدفكيشن حين الدخول إلى الحمام ونحتاج إلى طرح الفضلات فنحتاج إلى زيادة الضغط الداخلي للأبدامنال كافيتي وأيضا المكتريشن التي هي عملية التبول عند الأطفال بشكل خاص فأيضا يحتاجون إلى زيادة الضغط الداخلي للأبدامنال كافيتي وأيضا في المرأة الحامل حينما تقوم بعملية الولادة فهي أيضا تحتاج إلى زيادة الضغط الداخلي للأبدامنال كافيتي لكي تقوم بطرح الجنين إلى الخارج إذا فتقلص العضلات الموجودة في الأبدامنال وال يؤدي إلى زيادة الانترا أبدامنال براشر وأيضا عمل ريلاكسيشن للمصص الموجودة في الأبدامنال وال سيؤدي إلى نقصان الانترا أبدامنال براشر أما ماذا يعني أن الدايفرام يحتاج إلى أن يكون بالفيكست وزيشن الدايفرام حينما يتقلص فهو يصبح فلاتنت أي ماذا يعني ذلك؟ يعني يصبح منبسط تقلص الدايفرام يؤدي إلى انبساط الدايفرام فحينما ينبسط الدايفرام فهو ستنزل هذه الدوم أو القبة لدايفرام تنزل إلى الأسفل مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الأبدامنال كافيتي لأن الدايفرام سيضغط على الأبدامنال كافيتي وأيضا يتيح في نفس الوقت للثراس الكافيتي بأن يتوسع فهو يقوم حينما يتقلص الدايفرام بالضغط على الأبدامنال كافيتي ويقوم بتقليل الضغط على الثراسك كافيتي وأيضا العكس حينما ينبسط الدايفرام أو حينما يعمل ريلاكسيشن الدايفرام فهو يقوم بالضغط على الثراسك كافيتي ويقلل الضغط الموجود في الأبدامنال كافيتي فتقلص الدايفرام يؤدي إلى زيادة الانترا أبدامنال براشر وعمل ريلاكسيشن للدايفرام يؤدي إلى نقصان الضغط الموجود في الأبدامينال كافيتي لذا حينما نحتاج إلى زيادة الضغط الموجود في الأبدامينال كافيتي عن طريق المصص الموجود في الأبدامينال وال فنحتاج إلى أن يكون الدايفرام ثابت لكي لا يؤثر على الضغط الموجود داخل الأبدامينال كافيتي فلو قمنا مثلا نحن بتقليص العضلات الموجودة في الأبدامينال وال والدايفرام مثلا قام بريلاكسيشن فهذا سيؤدي إلى خلل لأننا لن نستطيع أن نسيطر على الضغط الموجود في الأبدامنال كافيتي بشكل جيد في حالة الدافكيشن فنحتاج في نقاط معينة إلى تثبيت الدايفرام مما يؤدي إلى توقف عملية التنفس بعض الشيء لزيادة الضغط الداخلي في الأبدامنال كافيتي لكي تحصل عملية الدافكيشن أو في الحقيقة للمساعدة في عملية الدافكيشن The dynamic multi-layered muscular of neurotic abdominal walls not only contract to increase intra-abdominal pressure but also distend considerably accommodating expansions caused by ingestion, pregnancy, fat deposition and pathology ماذا يعني ذلك؟ هذا النص من مور وكما تعلمون أن نصوص مور مقدسة لدي فيقول أن الأبدامنال wall لا يملك القدرة على التقلص فقط أي أنه حينما يتقلص يزيد الضغط الداخلي للأبدامنال كافيتي وهو لا يتقلص فقط ليس قادر على التقلص فقط وإنما قادر أيضا على التمدد مثلا نلاحظ expansion expansion أي أنه يتمدد أو المصطلح الأكثر استخداما في الحقيقة هو distend أو distention حينما نقول abdominal distention أي أن الأبدامنال أصبحت متوسعة توسعت تتوسع الأبدامن حين الانجسشن انجسشن يعني أننا نتناول الطعام فتتوسع المعدة وبالتالي تؤدي إلى توسع البطن بشكل عام ففي الانجسشن نحتاج إلى توسع الابدامنال كافيتي وهذا التوسع يساعد به الابدامنال wall فهو قادر على التوسع ليس فقط قادر على التقلص لكي يزيد من الانترابدامنال برشور وإنما هو أيضا قادر على التوسع لكي يقلل من الانترابدامنال برشور وأيضا في حالة الفريدنسي حينما تصبح الأنثى حامل فأيضا ستحتاج من الابدامنال wall إلى أن يتوسع إلى أن يتمدد لكي يسمح بتوسع الرحم وبالتالي نمو الجنين أيضا الفات دي بوزيشن في حالة وجود كمية كبيرة من الفات أيضا فإن الابدامنال wall يسمح بالتوسع لكي يعمل اكميديشن لهذا الفات وأيضا في حالة الباثولوجي وما يخطر في بالي حاليا هو عبارة عن الأسايتس الأسايتس هو عبارة عن زيادة الفلود الموجود في البريتونيال كافيتي سنتعرف على هذه الحالة إن شاء الله بالمستقبل بشكل من التفصيل ولكن ما يهمنا أن زيادة الفلود الموجود في البريتونيال سيؤدي إلى توسع الابدامن فالابدامنال كافيتي له القدر على أن يتوسع لكي يستوعب كمية السوائل هذه الموجودة في البريتونيال كافيتي فهذه الحالات الأربعة التي يحتاج فيها الابدامنال wall لأن يعمل دستانشن هي الانجسشن رغنسي فادي بوسيشن وفاثولوجي مثال الأسايتس مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الابدامنال wall هذه الصور ليست بالجديدة سنقوم باقتطاع جزء من الابدامنال wall أو الانترولاتر الابدامنال wall وهذه هي طبقات الانترولاتر الابدامنال wall وهذا هو عبارة عن الفلود الموجود في البريتونيال كافيتي فأن البروتونيال كافيتي سيشغل هذه المساحة بالتالي حينما يكون لدي أسايتس فأن هذه الطبقات جميعها تحتاج إلى أن تتوسع لكي تستوعب الكمية الكبيرة إلى حد ما من الفلود الموجودة هنا حينما يحصل لدي أسايتس أيضا مثلا نلاحظ هذه الصور ليست بالجديدة فهنا في هذا المكان أي ما بين الابدامنال wall والفسرة سيحصل لدي زيادة في السوائل زيادة في البروتونيال فلود أو الانترابريتونيال فلود الموجود ما بين الفسرة layer of the peritoneum والفرائتر layer of the peritoneum مما يؤدي إلى توسع الابدامنال wall هذه في حالة الأسايتس في حالة البطلاجي أيضا في حالات أخرى مثلا حينما يكون لدي ingestion أقوم بتناول الطعام فستتوسع المعدة وبالتالي تحتاج من الابدامنال wall بأن يتوسع وأيضا باقي الابدامنال viscera small intestine large intestine أيضا حينما تتوسع فأنها تحتاج من الابدامنال wall إلى أن يتوسع وذلك لكي لا تحصل لدي مشاكل الآن هذه الفقرة هي عبارة عن مراجعة في الحقيقة وأيضا وضع المعلومات التي أخذناها قبل قليل بإطار معين الثمانة لاحظ voluntary or reflexive contraction voluntary أي أننا نقوم به بملء إرادتنا أنا الآن قمت بزيادة الضغط الداخلي للابدامنال كافتي والآن قمت بعمل ريلاكسيشن للابدامنال والبالتالي قمت بتقليل الانترابدامنال براشر فهذه voluntary movement أي عبارة عن حركة إرادية أنا قمت بها بملء إرادتي أما فيما يخص الreflexive contraction فهي تحصل بطريقة لا إرادية إلى حد ما تكون عبارة عن reflex لشيء معين كما نعلم حينما أضع يدي مثلا هنا وهذا المعدن يكون ساخن فإنني أقوم بإزالة يدي من هذا المعدن الساخن من هذه الحرارة العالية من نقطة الخطر هذه بطريقة لا إرادية فهذه نسميها reflexive movement أو العضلات هنا حينما تتقلص فنقول أنها عملت reflexive contraction أي قمت بإبعاد يدي بطريقة كردة فعل طبيعية لهذا الحدث أيضا في بعض الأحيان الابدامنال وال يتقلص أو المصص الموجود في الابدامنال وال تتقلص بطريقة reflexive مثال ذلك مثلا عملية التنفس مثال ذلك مثلا السعال حينما نحتاج إلى أن نسعل فأيضا سيساهم الابدامنال وال في المساهمة بعملية السعال لطرد مثلا أي شوائب موجودة بالأيرويز نحن نحتاج إلى أن نتخلص منها مثلا جراثيم معينة مثلا دخل شيء معين في المجرى التنفسي ونحتاج إلى طرحي إلى الخارج فهذه بشكل عام تعتبر reflexive contraction وليست voluntary contraction الثامن نلاحظ الروف هو عبارة عن السطح الذي هو عبارة عن الدايفرام انترولاترال ابدامنال وال أيضا والفلور الفلور هنا يقصد فيه البيلفيك دايفرام لأننا لا نملك فلور من الأساس في الابدامنال كافيتي فأيضا هنا الفلور أو البيلفيك دايفرام أيضا يساهم في عملية الدفكيشن في عمليات كثيرة بصراحة بما يعني أنه يساهم بشكل عام بزيادة الضغط الداخلي للأبدامنال كافيتي مثل ما نلاحظ المساعدة بعملية التنفس وهذا الشيء تعرفنا عليه قبل قليل وأيضا التخلص من الفلور وأمثلة على ذلك عملية التبول نحتاج بها إلى زيادة الضغط الداخلي للأبدامنال كافيتي وأيضا في عملية الفوميتينج حينما نحتاج إلى أن نتقيأ لسبب أو لآخر فأيضا نحتاج إلى زيادة الانترا أبدامنال براشر وأيضا الفليتس التي هي عبارة عن الغازات الموجودة في الأبدامن والفيسيز أيضا عملية الدافكيشن والفيتسيز أي ببساطة الجنين حينما يكون هناك جنين في داخل بطن الأم فتحتاج من الأبدامنال بول وبصراحة كل هذه البولز أن تتقلص وبالتالي يخرج الجنين إلى الحياة فكملخص لكل ما سبق ذكره عن الفنكشنز أوف أبدامنال بول هناك ثلاث أنواع من الوظائف التي يقوم بها الأبدامنال بول بشكل عام الأولى هي ببساطة حماية الأبدامنال بسرة من المحيط الخارجي سواء كانت حماية مناعية ببساطة يقوم الأبدامنال بول بتخطية الأبدامنال بسرة مما يمنع الجراثيم من أن تدخل إلى الأبدامن هذه حالة وأيضا يحميها من الإصابة مثلا إذا تعرضت البطن لإصابة معينة فلولا وجود الأبدامنال بول سيؤدي ذلك إلى أن الإصابة ستدخل بشكل مواشر وتؤذي الأبدامنال بسرة أما الوظيفة الثانية فهي المساهمة بعملية التنافس وقد تعرفنا على هذا الشيء بشكل جيد على ما أعتقد والوظيفة الثالثة هي زيادة الضغط الداخلي للأبدامنال كافيتي للمساهمة بعمليات حيوية كثيرة أيضا قد تعرفنا عليها فهذه هي الوظائف الثلاثة الأساسية للأبدامنال بول بشكل عام وللأنترولاتر الأبدامنال بول بشكل خاص وإلى هنا انتهى الجزء الأول لمحاضرة الأوفوريفيو عن تشريح الأبدامن المواضيع الأساسية التي كانت في هذا الجزء والتي يجب عليك أن تكون قد أخذت التفاصيل الكافية عنها هي ببساطة الأبدامنال بول كان موضوع مهم وموضوع أساسي في هذا الفيديو وأيضا لدينا الكافيتيز الأبدامنال كافيتي والأبدامنال بول بكافيتي أيضا كان هذا الموضوع الأساسي الثاني وتحتاج إلى أن تأخذ الأفكار الأساسية الموجودة فيه لأننا سنحتاج له في المستقبل والموضوع الأساسي الثالث هو عبارة عن هذه المواضيع الثلاثة لاستغنى عنها في هذا الفيديو لذا نلتقى إن شاء الله في الفيديو القادم الذي سيكون عن الأبدامنال ساب بيجنس ترجمة نانسي قنقر